السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم بالخير ويفرج على الدكتور هزاء وأصحابه الكرام والفغير الله محدثكم هذه قصيدة تعبر عن نفسها في الشيخ محمد بن زايدا النهيان رئيس دولة الإمارات وأحد الشرز عمال أمه العربية والإسلامية المنوط بهم تحقيق عمالها وتطلعاتها سلام تسريمة محبة بعجالة الشوق وسط القلب والودة تعبير سلام تسريمة محبة بعجالة الشوق وسط القلب والحكية تعبير وبناده محوى وريثة الجهالة هيليني يلقى له مع الناس تنوير فأعوذ بالله من دعاة الضلالة من جنة الله تحذفك في زمهرير واللي ما تطرها العرب لا أخاله لو نخدمها في وسط بيتها طوابير وشاعر اذعو لها ما تشابه مقالة يضيعها ما وراها مداوير والمسك يامستخرجها من غزالة يسابق العطار له نافخة الكيرة كذلك الشعر انتسامة جماله له في نفوسه اللي ما تكتبها تأثير ما بالك إلى قيل فاللي خيالها يا ما كفخ للنادرة كفخة الطير يا شيخ أنا جيتك وعندي رسالة معبرة عن واقع الحالة لغير في اسباعين يشكي مفارق عياله ثلاثة الراحة وضحايا هوامير بعد ما شاكم فالأمور استحاله سير علي مثل المساير واركع لمثل حمولها وماله وبين الأمل والحمل للدبرها أدير أثر الأمل عن الحمولها يبالها عزمن يشل الكايدة شلت بعير هرشن ينوم الصاحبة لابراله عليه واسم من مسومة المناصير وضحيت بينه وبينه من يبدالها نفذت كمية ثم فتحتها على زرير صب لي فنجاله واجلس اقباله حتى برد فنجالي من التفاكير ولا برد صبيت واحدة بداله وهكذا لنصبح الأمر تبذير وجريت تنهيد تصدر بالعمالة طبيا التنهيد مثل العقاقير ثم قلت يا رحمان يا ذو الجلالة يا رب تجعل في وفقها تياسير ثم قلت يا رحمان يا ذو الجلالة يا رب تجعل في وفقها تياسير وذكرت أبو خالد وريثة الأصالة وضحكت في وجه الزمن والمقادير يحي أبو خالد ويحي فالة شيخن إلا شفت تشوف التباشير جاه إلا نشبرشة في المحالة يسدنا عن الذهب والدنانير المجد مجد أبوه والعال آلة تاريخ والتاريخ ما فيها تزوير المجد مجد أبوه والعال آلة تاريخ والتاريخ ما فيها تزوير ما هو بسدره مثل أبو زيد لا لها السدر غصنة تكسرها هب تعصير هذا أبو خالد الحالة الحالة وحن حرارا شقر ما حن عصافير الليل يضغنا نجي في ظلاله ما حن ندور العبانات والنير ننصاه ووجيها العرب كلها له والعبد يبغى لها من الله تدبير يا شيخ أنا شاعر كثير إهباله لا جدها بحاكم ولا خالها أمير ويفاخر بجده وعمه وخالها الليلهم بين المطاريقة تقدير فعولهم تجبرها على الجمال والخطوة اللي ما تهاب المشاوير عندي ذهب يصرى في لاجة مجاله وما عدا ذلك انحاسها وقصدير الإعلام سوالي مع الناس أهالة وقضيت عمري بين ربح ومخاسير أخوض 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 حرب قاتلها من خلالها هي الله بموتها ما هي بموتة الزير لكن تربطني أحقوق الزمالة لكن تلزمني أحقوق الزمالة مع الرفيق الطيب من الشواعير الشورلة وقدرة والرضالة لكن ما حنها ما بين الجماهير اليوم يبراسها وينكس أعقالها من بيتها الأول إلى البيت الأخير من عادها بالسيف يا أبو محالة ما في مجد يوخذ بدهنته السير تكفى يا أبو خالد ولابها أطوالها عمي وصلك وما يجي منك تكسير وأنا ما جيتك لنك رأي جماله ولا علشانك ولا تزايده الخير لكن مع الثنتين عندك عدالة وتقوم حظوظ الرجالة المعاذير وتعدر اللي في طريقة ميالة وترو خلي وسط راسها صعاطير يقبل عليك المجد وتقول أنا له تقصر تحت شبرك أطوالها الأشابير ما بين واقع هالزمانه ومحالها مخلي دسمك في سجلها الأساطير شعبك يحبك حبه حتى الثمالة يصير لو حسادك تقوله ما يصير الشاعر مدحك تجي معه حالة حالة سكر لو كان ما هو بسكير مدحه لك يزيد في مقامه وما له يصير مشهور ما بينه المشاهير والله لو أن الشعر ما به رجاله منها يسد اللازمه للمناعير أني لقدم من طرفها استقالة وضم ذود سود ولا مغاتير لو ضمت الذود الغوالي عبالها قل شي يصد ويلقى معاذير ترجمة نانسي قنقر